توصلت حكومة الوفاق الليبية وقوات خليفة حفتر خلال المفاوضات الجارية بينهما في جينيف إلى اتفاق وصفته الأمم المتحدة بالتاريخي بشأن وقف شامل لإطلاق النار في عموم البلاد الإعلان عن الاتفاق جاء على لسان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي قالت إن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة 5 زائد 5 في جينيف توجت بإنجاز تاريخي مشددة على أن الاتفاق يمثل نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز أشادت خلال مراسم توقيع الاتفاق في مقر الأمم المتحدة في جينيف في الاتفاق معربة عن أملها في أن يتيح الاتفاق للنازحين واللاجئين الليبيين داخل البلاد وخارجها العودة إلى ديارهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج أكد بدوره أن الاتفاق يحقن الدماء ويرفع معاناة المواطنين ويمهد الطريقة لنجاح مسارات أخرى اقتصادية وسياسية مشددا في الوقت نفسه على وجوب عدم إهمال قضية المساءلة وعدم التساهل مع من ارتكب جرائم في حق الليبيين وخلف عند انسحابه ألغاما ومقابر جماعية في إشارة منه إلى ميليشيا خليفة حفتر وينص الاتفاق على سحب الوحدات العسكرية من جبهات القتال وإنشاء آلية خاصة لرصد تنفيذ وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية من البلاد خلال ثلاثة أشهر ووقف عمليات التدريب العسكري في عموم الأراضي الليبية ومغادرة فرق التدريب البلاد إلى حين تولي الحكومة الجديدة مهامها كما ينص على دمج المجموعات المسلحة في مؤسسات الدولة وتشكيل قوة عسكرية محدودة ونظامية ترفع تقاريرها إلى اللجنة المشتركة وفتح كل الطرقات واستئناف الرحلات الجوية الداخلية ومكافحة خطاب الكراهية وتبادل الأسرة ترجمة نانسي قنقر